اكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى ان العلاقات البحرينية الكويتية راسخة ومتينة في بعديها الرسمي والشعبي ويتشهد زهارا ونموا متواصلا بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز من الروابط القوية التي تجمع بينهما في مختلف المجالات ومن بينها مجال العمل التشريعي واشد معاليه لدى استقباله معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي والوفد المرافق بالتعاون والتنسيق القائم بين المجلسين خاصة في المحافل البرلمانية الدولية في كل ما من شأنه ان يخدم قضايا البلدين والامة العربية والاسلامية منوها معاليه بتميز التشريعات والقوانين الصادرة عن مجلس الامة الكويتي التي تنمو عن عراقة العملية الديمقراطية في هذا البلد الشقيق معربا عن أمنيته لجميع أعضاء مجلس الامة الكويتي بالمزيد من التوفيق وأن تكلل جهودهم بالنجاح الدائم للقيام بمهامهم الوطنية الجليلة بأدف مواصلة مسيرة العطاء والعمل من أجل صالح الشعب الكويتي من جانبه ثمن الغانم الدورة الذي يطلع به مجلس الشورى بمملكة البحرين للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقتنا بالكويت ترجع يعني علاقة بين الآباء والأجداد وبالتالي بأننا احنا كل ما بحثنا هو لتنسيق الجهود اللي هي أساسا منسقة ومحاولة زيادة التنسيق وزيادة التعاون خاصة في هذه الظروف التي تمر فيها المنطقة وخاصة الكويت والبحرين وبقية دول القليج ونحاول بقدر الإمكان أن تكون سياساتنا وخطواتنا مدروسة ومنسقة للحفاظ على مصلحة ووحدة الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر